أهلا بحضرتكم من جديد متوسطين معاكم في الأهل ينتخب ومعنا المهندس عبدالله العياشي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي تحت السن مش مهندس قبل الفصل كنت حابب تتوقف عند بعض الصور في المسيرة الرياضية الحافلة لحضرتك مضبوط الكابتن مها صلاح يعني اللي ربتني وأثرت كثير جدا في شخصيتي كابتن مها صلاح الله يرحمها هي اللي أسستني في الكراتي وأنا عمر ست سنين كانت مسافرة معايا في الباسة في المجر وهي بنت النادي الأهلي في حبيت أننا نستأدعوا لها بالرحمة هي بنت النادي وتوفت من فترة كنت حابب أن أعرض حاجة زي كتا الحياة المدربين كمان بيتعبوا كتير في أنك أنت تتوصل بطل أو تحبب حتى الطفل في اللعبة لأن المدرب ممكن يبعدوا عن اللعبة يحببوا فيها دي حقيقة كابتن مها كانت خير مثال على حبنا للنادي الأهلي وعلى حبنا للقراتي وخرجت أجال كتير فبنشكرها ونترحم عليها يعني ربنا يرحمها وبدعو للسادة المشاهدين أنهم يترحموا عليها يعني كل الرحمة ربنا يرزقها الخير أنت بناسبة كابتن محرم الراغب يعني أنت تذكرته في الموقف طبعا هو كان في التكريم ده على فكرة كان في التكريم على فكرة هو كان كابتن حسن ده كابتن حسن وهو بكرمك وهو بكرمني الحمد لله ومعالي الوزير العاملي فاروق كان في الدورة دي أظن السنة 2000 ويعني هي مقطوعة بس هو كابتن محرم الراغب وجنبه الحج محمد عبدالوهاب جنب كابتن حسن في نفس التكريم أنا فكرة حضر التكريم ده بس هو ممكن مش ظاهر في الصور برضو نترحم عليه كابتن طرق سليم الله يرحمه يا حسن رجل العظيم يعني طبعا فكلها قامات ومعالي الوزير العاملي فاروق نادية وبيتي هو اللي بيكرمني فلازم أخونه أقسود الشعار اللي قال لفوق الجميع فوق كل ولاده وكل مسارك دلت ربنا عليه من زمن من وإحنا صغيرين هو الشعار اللي إحنا بنتصرف له الصورة دي مع دكتور مهند وهو يعني أخه وإحنا راجعين من بطولة بطل الأمس ومنافس اليوم لا مش منافس اليوم وعلى العكس وفوق السن وإنت تحت وفوق السن وعمر ما كان دكتور مهند منافس دكتور مهند لكنه مرشح يعني أخ مرشح طبعا وهو عضو مجلس إدارة وطول عمرنا احنا مسندينه أسرة الكاراتي بتفخر به الحال بطل عالم أسرة الكاراتي دائما بتفخر بأولادها كلهم ودكتور مهند فخر الأسرة الكاراتي ومن الشخصيات اللي أثرت كتير جدا في أولاده وكان قدوة ولا يزال قدوة وكابتن مهند احنا وإحنا راجعين مع بعض ودكتور مهند دي صورة يعني الحمد لله أنا كنت حصل على المركز الثاني في الليتشيك وصورة دي يعني برضو أحد التكريمات ده تكريم ثاني كنا بنشوف أن أولاد النادي دائما في تكريم وأستاذ خالد دردالي وأستاذ برهيم الكفراوي ومجموعة ميداليات ما شاء الله ده كاس النادي الأهلي على فكرة دي البطولة التنشطية بتاعت النادي الأهلي وده كاس النادي الأهلي بتبقى صور غالية جدا على حياة الرياضي لما يبقى عنده صور من الطفولة هذا اللي هو حسن مسعود برضو والله يرحمه ده في عيد ميلادي على فكرة والرجل كان بيحتفل معنا في عيد الميلاد من الشخصيات والقامات الكبيرة اللي سهمت في بنا أهلي مدينة نصر ربنا يرحمه يعني من الشخصيات الجميلة كان ساعتها برضو مع الوزير العامري حاضر ساعت عيد الميلاد دائما بيحرصوا على أن هم يعني يسندوا أولاد النادي ويكونوا داعمين لهم صور غالية جدا الحقيقة يعني صور مهمة في المسيرة الرياضية وأنا بس ترجع يعني ذكريات الصور على فكرة دون مدربيني برضو كابتن مختار وكابتن ماهر حمزة كابتن ماهر لحد دلوقتي بيطلع أجيال داخل النادي الأهلي من نفس التكريم هو ده النادي الأهلي هو ده اللي تربنا عليه وابن أفخر ده فادي ميلاد تاني بقى برضو وبردو كان دايما حريص على أعياد الميلاد أنه هو يحضرها ومن الشخصات المحترمة والجميلة يعني ربنا يرحمه من الإداريين الكبار اللي اشتغلوا بإخلاص وبصدق وزي ما أحدك بتقول فعلا كان له دور كبير قدم كتير للنادي الأهلي والنادي الأهلي ما بينساش أي حد أقدم له أي حاجة وفي نفس الوقت أي حد بيخدم النادي الأهلي هو علشان بيحب النادي الأهلي لا يوم بص للمال ولا المنصب لا حبه للنادي الأهلي هو اللي بيحركه لخدمته وخدمة أعضاءه جمهيره شكرا